الموافقات الأمنية تؤجل ملعب النهاية الأفريقي زي ما قلت لكم مبارح كان فيه 48 ساعة لتحاد الأفريقي مدي مهلة للنادي الأهلي علشان يختار ملعبه واضح أن الأمن لسه مردش نادي الأهلي كده بمنتهى الصراحة طمعان في الدفاع الجوي يعني عشمان في قوات المسلحة وإحنا بقى كمان عشمانين فيهم لأن ده النهاية الأفريقي خالص لازم يكون إن شاء الله بإذن الله في استاد في العاصمة ولازم يكون بجمهور لازم يعني إن شاء الله بإذن الله مضطرين وأكيد البلد بقى مش هتسيب الأهلي يلعب فيها حتة تانية أكيد يعني مكافأة خاصة لتحفيز لعبي الأهلي كابتن حسن حمدي رئيس لجنة الكرة ورئيس مجلس دارة نادي الأهلي رصد اللجنة مكافأة خاصة لعبين بخلاف ما تنص عليه لعائحة في حالة تحقيق الفوز على أورلندو في المباراة المقبلة بيعجبني النادي الأهلي في كده يعني ممكن الناس تطلع بأخبار إن هو زيادة مكافأة رغم من اللعيبة أصلا لها فلوس مش مشكلة دي بس هو الخبر ده هو اللي بيسيطر النادي الأهلي سيستم حقيقة برضو يعني يحسب لهم في عز الأزمات اللي بعدوا فيها السيطرة على الماكوف والهدوء عشان كما نتمنى لكل الأندية السيطرة على فكرة هو الجمعة ما بشوف صورته من لعيبة المحترمة يعني كل لعيبة حقيقة محترمين بس راجل ملتزم ومحترم يعني بشوفوا في فترة دي الناس أرصى شوية واقل جمعة أصل الماتش أصل الحكاة تاريخ واقل جمعة كله تحطه في ماتش يعني واقل جمعة لعيب كبير الحقيقة ولعيب كبير جوه الملعب وفره الملعب أخلاق عالي يعني 22 لاعب في رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا استقرى محمد يوسف المدير الفني على استحاب 22 لعبة للسفر إلى جنوب أفريقيا شريف إكرامي وابو الصعود وعبد المنعم وأحمد فتحي ونجيب وجمعة ومعوض سعد الدين سمير وإناوي وشريف عبد فضيل منجة وشهاب وأحمد ورامي ربيعة وحسام عشور تريزيجي وليد سليمان عبدالله السعيد تريكة عبدالظاهر سيد حمدي ومتعب دومينيك يعني إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق أعتقد أن عماد متعب فيه أخبار إنه هو كابت محمد يوسف حيبتدي يدخله وأعتقد لقاءات صعبة إنه هو يدي عماد متعب فيها لأنه بقاله فترة برة بس ولكن أكيد المدير الفني بيبقى ليه رؤية حسب اللقاء وحسب المباراة واضح إن شاء الله بدينا أحمد برضو الكيميا بتاعته بتادي تلمشي مع كابتن محمد يوسف مين عارف ممكن إن شاء الله بإذن الله يرجعه والدخلية بتجاهز الأهلي لأورلندو الدخلية النادي الأهلي حاول يعمل وديات ولكن خلاص الأحد المقبل أمام فريق الدخلية إن شاء الله بإذن الله هو موعد اللقاء الودي للنادي الأهلي لأن النادي الأهلي عمل اتصالات بعدة أندية ولكن كانت ظروف الأندية ما كانتش نفعة لأن العارفين النادي الأهلي مسافر إن شاء الله بإذن الله يوم 28 متجهن إلى جنوب أفريقيا استعداد لقاء الذهاب في النهائي الأفريقي مع أورلندو الجنوب الأفريقي يوم 2 إن شاء الله بإذن الله من الشهر المقبل فحص طبي جديد لإكرامي غدا تخلف شريف إكرامي حارس مارو نادي الأهلي عمران فريقه صباح اليوم بسبب الإعلام التي لحقت به في عضلة السمانة بجنب إصابته بيكادمه في الرجبة من مباراة المنتخب الأخير أمام غانا وخض بها مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني في الدور قبل النهائي من دوري أبطال الأفريقيا ويري لاعب فحص طبي غدا تمهيد الوقوف على حالته من قبل إهاب علي طبيب الفريق شريف إكرامي حواليه لغت كتير جدا الفترة اللي فاتت أحاديث كتير وكلام كتير ولكن في النهاية أنا يعني على المستوى الشخصي يعني اتكلمت مع دكتور طارق سيمان وعدنا اتكلمنا في القصة دي هو الراجل يعني ليه وجهات نظر إنه هو يعني تقرير شريف إكرامي إنه هو عنده إصابة يتحمل ما يتحملش ناس تطلع تقولك لا كان مرفوض يدوس يتحمل أعتقد ده موضوع في النهاية يرجع له هو لو حاسس نهاد يرفع رجله حيوفع رجله هو حاسس أنه هو مش قادر خلاص مش قادر نقعد يعني نتوقع السوء للناس ونتوقع أنه هو لا كان ممكن وما كانش ممكن خلاص هو الراجل شاف أنه كده وطلع وهو يعني لعب كتير للنادي الأهلي ولعب كتير لمنتخب مصر وبنتمنى إن شاء الله بإذن الله شريف جون كبير وأزمة وتعدي وبنتمنى إن شاء الله أنه يعود لمستوى الأهلي يرسل قائمة منديال الأندية أرسل النادي الأهلي قائمتين المبديال الأندية التي سقام في المغرب من 11 ل22 من الشهر نفسه بمشاركة 6 أندية أبطال القراط بجانب الرجاء المغربي وأوضح سيد عب حفيز مدير الكورة بنادي الأهلي أن النادي سوف يرسل قائمة مبدئية مكانة من 65 فرد و35 لاعب و30 إداري وبعد كده يبتدوا يخفضوا لـ 45 فرد حسب تعليمات اللجنة المنظمة التي طلبت من الأهلي وكذلك أولندو باترس قائمة مبدئية قبل انطلاق مباراة النهائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر